اهلا بحضراتكم من جديد عزائي المشاهدين برحب بضيفنا العزيز نجمينا النهاردة كابتر رضا شهاتم سالفول يا كابتر رضا وحشنا جدا اكتر والله ربنا مبروك الله يبارك فيك يعني بداية ولا اجمل حمد الله كنت متوقعها متوقع ان احنا نبقى كويسين بس طبعا في الصدارة في البداية كده لا يعني صعب شوية اه شوية ولكن اللامة اللي كانت موجودة والبداية اه كنت حاسن احنا نعمل حاجة كويسة ان شاء الله بس الناس وانا منهم كنا قلقانين شوية على الجونة لانه السنة اللي فاتت والابلاه كان عندك تجربة نادر شوقي وحسام غالي تجربة اه ممتازة ويعني ناس افاضل ومحترمين السنة دي مع التغيير مع مشايان اكرم توفيق واه احمد ياس الريان وباسم علي واسلام اه محارب ومحمد ناجي جده ابرز اللي مشيو مش كده البعض يعني اه لا الدنيا هتبقى صعبة على نادي الجونة وكمان دايما كارضا بيلعبوه طب خليك مدارب عام طب خليك مساعد طب خليك مدير فني اهلا حصل مفيش كابتن بداية الموسم السنادي اه اه تميت شوية انا بقصة ان انا انا محتاج ايه او انا محتاج غالعب ازاي او شكل هيه بعمل ازاي الاول قرار انك تبقى مدير فني من البداية ده دا اريحية طبعاً طبعاً يعني مستر ساميح سويرس ومستر أحمد عمر فئيس النادي هم القرار كان واضح من البداية ودعم كامل مجلس الإدارة فهذا كان مهم جداً الاختيارات كلها من خلال رضا من وجهة نظر رضا يعني ومعي حساب الزناتي وحسري ولكن الحتة الفنية شوية كان القرار معي فيها فأنا كنت محتاج مواصفات معينة ممكن مباشر محتاج عدد كبير من اللعيبة ولكن محتاج نوعية معينة من اللعيب ولكن كان أهم حاجة السنة دي فالحمد لله جبنا العناصر اللي تفيدنا وتساعدنا على الشكل اللي احنا بنتكلم فيه الفترة اللي فاتت ومجموعة زي ما تحددك عارف كابت إن نقط اللبس مهمة جداً بالنسبة للمعيبة أهم كمان من الملعب نفسه فكان وجود ناس كبيرة في الفرقة وعناصر عندها خبرات كان مهمة جداً لنا الفترة اللي فاتت واضح على الفرقة الحمد لله السنة دي واضح بدون شك ترجمة نانسي قنقر